قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام قال إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الراهنة الآن في الأراضي الفلسطينية وتتوافق مع عدد من البنود والفقرات الواردة في القانون واستنادا إلى التدابير الإضافية التي ورد ذكرها في طلب لجنوب أفريقيا السابق بوقف الحرب في غزة وأوضح رئيس المحكمة أن العديد من التطورات والتغيرات الهائلة ترأى في قطاع غزة بسبب استمرار الصراع الذي قد تحول إلى كابوس بالنسبة للجميع المحكمة تأخذ في الاعتبار أنه امتسالا للالتزامات فيما تعلق باتفاقية البدجة معي أن إسرائيل ينبغي أن توقف العدوان العسكري أو أي إجراءات في منطقة رفح والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وظروف الحياة والتي قد تؤدي إلى الضمار الجسدي جزئياً أو شمولياً المحكمة تذكر أنه حسب الأمر في يناير 2014 قد طلبت إسرائيل أقتبس أن الإجراءات الفعالة لمنع الضمار وضمان الحفاظ على التلائل التي تتعلق بالإدعاءات بشأن الإجراءات تبعاً للمدى 2 و3 تحت اتفاقات الإبادة الجماعية ترجمة نانسي قنقر